اكتر من حد سألني على موقع مجاني يقدر يحول الصورة العادية للصورة ونقدر نستخدمها بعد كده على برنامج ونعدل عليها. في ناس كده بتستخدم موقع والموقع ده لم يعد مجاني كنت شرحته قبل كده فعايزين بديل لموقع مجاني وده موضوع حالة النهاردة. يلا بينا. قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زجارة ده علشان نشوف كل فيديوهاتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش لدوس لايك ورأيك يهمنا فلازم تسيب رأيك في تعليق. لو رحت على جوجل وكتبت هيجيب لك هنا اكتر من موقع. الموقع اللي كنا بنستخدمه كان الموقع ده. لما بنجي نستخدمه دلوقتي هو بيعمل لك كل شيء. طبعا هنا بتلاحز ان هو جيب لك بيحولها بشكل ده وبيخليه شكل احترافي جدا. لو جد ضغط على هيرفع معك الصورة عادة جدا. مسلا انا اخترت صورة زي دي. واعمل بالشكل ده. تلقى هنا هيحاولنا على الصفحة الخاصة بتحويل الصورة من بيكسل لفيكتور بشكل احترافي زي ما هنشوفها قدامنا دلوقتي. هنا هتلاحز عملية التحويل تمت لو عملت زوم على الصورة. هتلاحز ان الصورة هتختلف معك تماما وهتلاحز هنا ان هو بص هنا بدأ بقى يزبط لك الدنيا هنا في الفيكتور. تمام كده الشغل تمام اه تمام. ولو انت اللاحظت طبعا احنا وفينا على الفوتو. هنريجي بعد كده بطريقة سهلة جدا. احنا عايزين نعمل بصيغة اللي بيدعمها وطبعا عندك صيغة كتير جدا ممكن تستخدمها. لكن احنا عايزين نحامل بالصيغة دي. فالمفروض ان انا هضغط وده اللي كنا بنعمله عادي جدا. مجرد ما ضغط على هيجيب لي بقى الصفحة دي اللي بيقول لي ان انت لازم تشترك في الموقع. فطبعا الناس كتير بيجي لها احباط من النوتة دي. في ناس حابة نتستخدم الموقع بشكل مجاني لو عايز يعدل على صورة بشكل سريع. فهل ده متاح? هنشوف مع بعض دلوقتي موقع مجاني. تعكد نجرب موقع زي ده. هنروح هنا في الموقع ده بيقول لك هنضغط على بالشكل ده. فبيجي هنا بقول لك حمل الصورة. هنجرب برضو هنجيب نفس الصورة اللي انا عملتها في الموقع اللي فات. بعد ما اختار الصورة هضغط على فهيبدأ دلوقتي ان هو يعمل لي عملية للصورة بالشكل ده. بعد ما حمل الصورة هضغط على هتلاحز ان هو دلوقتي عمل وجاب لي هنا تحميل بصيغة وفعلا هو حمل معي الصيغة بشكل عادي جدا. بدون ما يطلب مني فلوس او الكلام ده كله. ولكن عايز اقول لك ان انت الموقع ده بيديك تسعتاشر كريدة فقط لاول استخدام. تقدر تعمل تسعتاشر تصميم فقط. الموقع اسمه واسبلك رابط بتاعه في وصف الفيديو. هنجي برضو بعد كده على موقع تاني ونشوف هل هيبقى متاح بشكل مجاني ولا برضو هيعمل لنا عدد بسيط. ده موقع تاني معنا هنروح هنا برضو نعمل نختار نفس الصورة. وهنجي هنا نشوف الصورة اللي احنا هنختارها. اخترت الصورة نفس الصورة هعمل بالشكل ده. وبرضو هجي هنا دلوقتي اعمل تحميل هو تلقيان بيبدأ عملية التحويل له وهتلاقي هنا كمان عملك وهتعمل لها ده ولو تخلي بالك. انت لو عايز تحول فده هيساعدك. لكن لو انت عايز مسلا تعمل ويخليه فلا ده ما اعتقدش ان انت هتلاقي فيه هنا. الا ازا مسلا حاولت ان انت بقى تعمل ده باستخدام وده طبعا هنجربه مع بعض دلوقتي. فالدوقتي هعمل للصيغة دي ونشوف حمل معي اوه تمام. اسم الموقع هنا وهسيب لك الرابط بتاعه في وصف الفيديو. الموقع ده تقدر انت بكل بساطة لو روحت كتبت في جوجل. زلت تحت شوية هيقول لك في بس نقطة مهمة عايز اوضحها. المواقع دي دايما في الاول بتبقى مجانية لكن مع الوقت لما يلاقي ان هو تعرف بيروح قالب ايه ان هو يبقى بفلوس. بس انا عايز قولك على حاجة ما تدقيش او لا تزعلش لو لقيت المواقع دي بقت بفلوس لان الناس دي بتستخدم المواقع دي بشكل مدفوع. يعني انت لأي استخدام انت بتستخدمه مجاني هو بيدفع عليه فلوس. بس هو عايز يتعرف علشان بعد كده يقدر يستفيد. اوكي? فلما يجي بعد كده تلاقي الموقع ما بقاش مجاني ما تجيش تلومني تقول لي انت قلت لي موقع والموقع مش مجاني والكلام ده كل ان ده مش بيدي. ده كلها سياسة مواقع ممكن تتغير في ثانية. ممكن تتغير بعد ساعة. دي المواقع المتاحة دلوقتي. طبعا هنا بقى المواقع اعتقد في المواقع ده اعتقد بفلوس. طبعا قلنا بفلوس. ده برضو ممكن يكون بفلوس. لكن تعالوا دلوقتي نجرب الحاجات اللي احنا عملناها باستخدام المواقعين اللي انا شفتهم دلوقتي. على الالستريتور. طبعا ده برنامج الالستريتور انا مش متمكن فيه او لكن مفروض ان انا ببساطة لو سحبت الصيغة بتاعة الاس بي جي اللي انا عملتها. ان هي تظهر عندي هنا. تعال نسحب الصيغة بتاعتنا. طبعا هي ظهرة معي بالشكل ده دول اخر صغطين انا عملتهم. ده كان بالموقع اللي هو الكتل وده اللي هو الفريق اه اللي هو كان فهجيب دي الاول كده اسحابها كده للموقع بشكل ده وهسحبها هنا وشوف هيزبط معي الدنيا ولا ايه. مفروض ان انا لما اجي اعمل كده زوم مفروض ان انا ابدأ اشوف بقى هنا طبعا الصورة فيها او كل ما اعمل زوم هتلاقي الصورة كويسة. هل زبط لبقى ان هو عمل لطبقاته كده? هنشوف دلوقتي ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. بس عايزين نعمل زوم قوت ونشوف ده هيزهر معنا بشكل اه صحيح ولا لا. يعني لما نجي مثلا نقف هنا على العين دي هيشيل حاجات معينة. مثلا اللون اللي تشيل ده كله هتلاحظ ان هو اللون ده. كله نفس الدرجة معمول مرة واحدة. برضو هنا هتشيل ده هتلاقيه معك بالشكل ده. ولكن حاست ان التفاصيل قليلة قوي. يعني هو في ناس بتبقى حابة ان كل جزء يبقى لوحده. تمام? طيب اذا كنت انت مسلا عايز تعدل فده تعديل موقع كتل. عايز ان انت بقى تحتفظ بالصورة بالشكل اذا تكون جودتها علي فانت ببساطة بتروح على حاجة اسمها ومن فايل بتعمل حاجة اسمها اكسبورت ومن اكسبورت مفروض ان انت بتختار الصيغة اللي انت عايز تحامل بها التصميم بتاعك. فمسلا على زي اقول له والله خليها لي بقى او بحيس تكون جودتها برضو كويسة. هحتفظ بها في اي مكان واقول له اصبح عندي اه الصورة بعد ما ما ضغط اوكي موجودة عندي عالجهاز كصورة فقط ولكن يعني جودتها عالية. تعال نجرب الصورة بعد ما نشوف جودتها ونعمل اوكي. هتفتح معنا الصورة بالشكل ده. هنعمل زوم هتلاقي دي جودة الصورة بالشكل ده. ده تقيمك طبعا انت اللي هتقيم لما تجرب الموقع. ولكن عايز اجرب بقى الصيغة التانية اللي كنا عملناها بموقع دي هشيلها خالص نو. وارجع تاني هنا على الملفات اللي انا كنت اعملها. ده الملف التاني اللي كنت اعمله بالموقع التاني. واسحبها هنا كده بالشكل ده ونشوف هل في فرق? تعال نشوف الفرق. هنا هتحس ان الصورة ممكن يكون الوان فيها احسن شوية. وطبعا هنا انا لما نيجي نشوف الطبقات اعتقد الطبقات اكتر بكتير من التاني. ممكن نقول مسلا اربعة ضعف او خمسة ضعاف. فلما تيجي كده تضغط على كل حاجة من الحاجات دي هتلاقي كل واحدة كل حتة لوحدة. حتة كتير كل حتة لوحدة. لدرجة ان انا مش عارف اصلا هو بيشيل فين من كتر الحاجات دي. مش شايف حاجة مميزة. عن شيء اللي شوف مسلا دي. شوف كزء واحد بس تحت الظهر اوه. او تحت اوه. فهو يعني اعمل لك تفاصيل التفاصيل فيه هنا. انت طبعا انت يقدر تزبط الحاجات دي الناس اللي بتستخدم. هيقدر يزبط الحاجات دي بشكل احسن. برضو زي ما امتلك حابة بتحتفظ بالصورة فبتروح على الفايل. وتعمل الاكسبورت. برضو عايزة شوف جودة الصورة بصراحة. واعمل اكسبورت. صغير الاسم. اي اسم. واعمل واشوف النتيجة. هتكون عاملة ازاي? ممكن اتحكم هنا في عشان تبكون اعلى قيمة. واروح بقى دلوقتي اشوف الصورتي بقى تعمل ازاي? هكيد هتبقى جودتها احسن كتير لان انا عملتها بجودة اعلى. دي كانت الصورة. تعالى بعمل عليها زوم. هتلاقي الصورة المرة دي بقى ايه? اه احسن كتير. اعتقد ان الموقع ده هيفيد الناس اللي هي بتستخدم الصور دي ان هي تطبعها على تشيرتات عشان يعمل صور لان طبعا في ناس بتدقى في النقطة دي ان ازاي الصورة تبقى عشان تطلع في الطباعة بشكل احسن كتير. بس بصراحة كالتمرابة حلوة جدا هتفيدك في حاجات كتير يمكن ان اوضحت لك المواقع وازاي كمان انت تستخدمها على بس انت طبعا اكيد هتكون بملم بالتفاصيل دي اكتر مني فاتمنى تكون عجبتك الحلقة وقدرت ان انا اوفار لك مواقع تقدر استخدمها في تحويل الصور العادية للصور لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتعزي الجرس علشان تشوف كل فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة